طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمدا المرسل الهادي البشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين في العهد المكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر خيره وينشر دينه عليه الصلاة والسلام الذي هو رحمة للعالمين قريش تمانع ذلك كفار قريش يمانعون ذلك ويصدون الناس عن دين الله ولكنهم أخذوا أساليب جديدة فيها الحيلة والمكر حتى أنهم وصلوا أرادوا الوصول بمكرهم وحيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتالوا لذلك فمن ذلك مثلا كان الإغراء أحيانا بالملك والتزويج وجمع المال ها وسيلة احتيال أنه يغرونه بهذا في مقابل ترك هذا الدين ومن صور الإحتيال أحيانا محاولة الإقاع به عليه الصلاة والسلام وإظهاره بصورة الجاهل الذي لا يعلم كما فعلوا مع يهود يثرب عندما أخذوا منهم ثلاثة أسئلة يحاولون إعجاز رسول الله وعلى الله عليه وسلم بها ولكنه أجابهم صلى الله عليه وسلم كذلك من الأساليب التي حاولوها وجربوها معه عليه الصلاة والسلام شدة الأذى من جيرانه وكفار عشيرته عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يفت من عضده صلى الله عليه وسلم ونشاطه وهمته في أداء رسالته والقيام بأمانتها وأدائها على ما يرتضيه الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم الآن نحن في طور محاولة جديدة أشد مكرا وأعظم جرأة محاولة جريئة جدا جمعت الشر بأطرافه حيث اختاروا المكان فأين المكان عند الكعبة المشرفة في صحن المطاف في ذاك المكان الشريف النبي الكريم المبارك اختاروا المكان واحد اثنين اختاروا الزمان الزمان هو زمان طواف رسول الله سلم النبي صلى الله عليه وسلم يمارس عبادة عظيمة جليلة وهي الطواف في هذا الزمن وقت انشغاله عليه الصلاة والسلام بهذه الشعيرة المباركة اختاروا ذاك الزمان فالآن نحن في سرد صفة من صفاتهم في المكر والخديعة ولكن بجرأة اعلى وشناعة اعظم حيث المكان شرف المكان الكعبة المشرفة في صحن المطاف وحيث الزمان شعيرة الطواف في هذا الزمن يحاولون المكر والإيقاع برسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف اخواني له فضيلة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الصحيح قال من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين سبعة شوات وصلى ركعتين كان كعتق رقبه كان كعتق رقبه من اتم طوافه سبعا وصلى ركعتين الطواف في ميزان الله كأنه اعتق رقبه ما هو فضل عتق الرقبه من أعتق رقبة يعتق له بكل عضو منها عضوا فيه فإن أعتق رجلا أعتقت رجله من النار وإن أعتق يدا من تلك الرقبة المعتقة أعتقت يده من النار هذا المعتق فمن أعتق رقبة كاملة أعتق بكامله من النار نسأل الله أن يعتقنا من النار فضيلة عظيمة لهذه الشعيرة طواف عطق رقبة هذا برمة الطواف فماذا عن أجزائه أيضا هناك فضيلة قال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا أسبوعا يعني سبعا وذكر أن أسبوعا باعتبار الأسبوع هو سبعة عيام من التقريب من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا الذي يطوف بالكعبة المشرفة له ثلاث فضائل واحد منها مع كل خطوة هذه الفضيلة مع كل خطوة وليس للطواف كله بل الخطوة من الطواف تساوي هذه الثلاث فضائل إلا حط الله عنه بها خطيئة واحد وكتب له بها حسنة اثنين ثلاثة ثلاثة ورفع له بها درجة أي في درجات الجنة والحاديث في صحيحة الترغيب والترهيب نساء الله من فضله شوف هذا الشكل إخواني هذه الرسمة توضح الفضيلة العظيمة لهذه الشعيرة المباركة الشعيرة الطواف في هذه الصورة المصاحبة أن مجرد خطوة في الطواف خطوة في الطواف تساوي ثلاث فضائل تكفير خطيئة كتابة حسنة رفع درجة في الجنة هؤلاء المتمالئون المتآمرون من كفار قريش تحينوا في مكرهم ومؤامرتهم شرف المكان عند الكعب المشرفة في صحن الطواف شرف الزمان حال وجود هذه العبادة شعيرة الطواف وكذلك هذه المؤامرة شارك فيها صناديد كفار قريش من بطون متعددة شاركوا في هذه المؤامرة فحضر الأسود بن المطلب من بني أسد حضر في هذه المؤامرة حضر الوليد بن المغيرة من بني مخزوم حضر في هذه المؤامرة حضر أمية بن خلف من بني جمح كان حاضرا أيضا العاص بن وائل سيد بني سهم حضر أيضا فأصبح التآمر الذي مارسوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرفه عن دينه بدءا بالتفاوض مع زيادة المال له وأن يملك عليهم وأن يؤتى من النساء هذا مثال كذلك أنهم جاءوا بأسئلة من يهود يثرب ليعجزونه عليه الصلاة والسلام الآن في مؤامرة أعظم خطرا وأعظم جرما وأكثر جرأة أنهم نالوا شرف المكان الكعبة عند الطواف شرف الزمان شعيرة الطواف والآن يشارك سادات قريش يشاركون في هذه المؤامرة فما هي مؤامرتهم قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم هلما فلنعبد إلهك دهرا ثم تعبد إلهنا دهرا فإن كان الذي نعبد حقا نلت حظك منه وإن كان الذي تعبد أنت حقا نلنا حظنا منه هذه المؤامرة هذه المؤامرة غلفت بهذا التحايل أن نحن نريد الخير بأن نظفر بالخير في أي جنب كان إن كان الخير في جانب الآلهة والأصنام والأنداد فأنت تعبدها معنا فترة من الزمن لينالك حظك منها وإن كان الحق والخير هو مع الله وحده بلا شريك ولا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا خصيم فنحن نعبده حينا من الدهر فينالنا حظنا فنحصل على حظنا منه هذا الآن هذا هو لب القصيد هذا هو عين المكري وأعظمه وأجرأه الذي مورس حتى ذاك الوقت على رسول الله وسلم العرض يحمل شيئا من الإغراء لكن في الحقيقة هو ذهاب له ذهاب للحق بكليته كأن فيه إقرار بما هم عليه أو شك بما نحن فيه من الحق ما نحن متأكدين فلنجرب حظنا ندخل مع الأصنام نجرب التنجيم والكهنة والسحرة وما يقولون نجرب هذه المعبودات من دون الله أعوذ بالله هذا ذهاب الحق نعبد الله وحده لا شريك له ثباتا على ذلك واستمرارا عليه هذه هي المؤامرة التي كانت منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد فكان كفار قريش يمارسون العداء للإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم بشتس الأصناف وبكل الوسائل ومنها وسيلة المكر والتحايل ومنها هذه الحيلة الجريئة والمكر الهائل بأن اختاروا شرف المكان الكعبة المشرفة وصحن المطاف شرف الزمان بهذه الشعيرة المباركة الطواف بحضور ساداتهم هؤلاء الأربعة الأسود بن المطلب من بني أسد الوليد بن المغيرة من بني مخزوم العاص بن وائل من بني سهم ومية بن خلف من بني جمح يجتمعون ويعرضون هذا العرض تعبد آلهتنا فإن كان فيها خير تناله ونحن نعبد إلهك فإن كان الخير مع الله ينالنا حظ منه أعوذ بالله زوال الحق هذا هذه هي المؤامرة التي تمالأوا عليها واجتمعوا لها الحق أبلج لا مجال المسامة فيه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا نعبد أصنام أبدا على مر الدهر ومما قيل في صنوف المكر وعلى العبد أن يتنبه لها قالوا تبدي لك العين ما في نفس صاحبها من الشناءة والود الذي كان إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في القلب كتمان وعين ذي الود لا تنفك مقبلة ترى لها محجرا بشا وإنسانا والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمدا المرسل الهادي البشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى ترجمة نانسي قنقر